السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازاكم ده كترش سنقول عامل إليه. ان شاء الله تكونوا خير. هنأسمهم هنا دمان الدين. ان شاء الله دخل سنعار بها. هشرح لكم اه في الكورس ده شابتر السايتولوجي. وعايز عليكم في البداية ما تأخفوش وما تقلوش من اي حاجة. ان شاء الله احنا معكم. بعد ما تنجزوا. اللي احنا بشكل كويس وبشكل ارادكم بإذن الله. وربنا وفقكم واستعينوا بالله. وان شاء الله احنا معكم في اي حاجة يعني. هشعركم ان شاء الله. الشطر على جزئين. شطر الجزء اللي هو وجزء التاني. وهنحن نقول ايه المهم فيه وايه الحاجات اللي نركز عليها. عشان نحاول نساعدكم فيه المزاكرة. فتنجزوا المادة بشكل كويس بإذن الله. وان شاء الله ربنا وفقنا وفقكم. تمام يلا يا سيدي نبدأ اول عندنا طبعا عندنا عارفين ان في حاجة اسمها آآ اللي هي او الوضيات الخالية المحاطة به غشاء. والعضيات التانية اللي هي مش محاطة به غشاء اللي هي هنال تمام هنشرع الاول. اول حاجة في اللي هو ايه? اللي هو يعني غشاء الخالية. طيب عايزين نعف ده ايه اللي هو غشاء الخالية. قال لك يا سيد ان هو بيستخدام لان هو بيتكون من تلت طبقات. يعني ايه? يعني تلاتة يعني بتكون من تلت طبقات. ولكن لقينا سمك الطلت طبقات دول على بعد كده من سبعة ونص لعشرة نانو متر. يبقى عايزين نعرف وحدة القياس بتاعتها مش مايكرو مش ملي مش اي حاجة تانية. يبقى من سبعة ونص لعشرة كام نانو متر. وقال لك الطلت طبقات دول لانها هم متقسمين ايه? قال لك يعني ايه? قال لك يعني غامق. يعني طبقتين غامقين. تمام? والطبقة اللي في النص يعني يعني فتحة. يبقى عندنا عايزين نعرف ان هو آآ السمك بتاعه من سبعة ونص لعشرة نانو متر. وان هو طلت طبقات. الطلت طبقات دول اتنين دنس اتنين غامقين. وفصهم وفصهم واحدة اللي هي ايه? الفتحة. طيب تعال لك نشوفها. قال لك يا سيدي اللي على اليمين ده. القاسف اللي فوق ده واللي تحت ده طب تعال لبص كده مش الجزء ده كده. آآ في آآ مش الجزء ده كده. في آآ حتة فتحة في النص كده اللي هي آآ وعلى الجنبين بتاعها اتنين واحدة غامقة واحدة غامقة هي دي الاتنين دنس. يبقى عايزين نعرف ان هو من تلت طبقات من سبعة ونص لعشرة نانو متر. تمام? تمام. تعال يا سيدي نتكلم في الارجانود التاني. آآ بس عايزين نعرف حاجة انا جاب لكم دي مش آآ يعني جابها لكم لهدف هتعرفوه بعدين يعني. بيقول لك لو مسلا واحدة عايز تاكل قال لك انا عايز يأكل بطاطا. طيب عايزين عشان نسأل علينا اتنين قدام. عايزين نتعامل ان البطاطا هي ايه? بس حط الحتة دي في تماغك وانا اشرحها لك. ان البطاطا هي ايه? هي البروتين. تعال يا سيدي نتكلم في الارجانود التاني. اللي هو اسم ايه? اسمها يعني بالعربي الشبكة الاندوبلازمية. الشبكة ايه الاندوبلازمية. قبل ما اخش في التفاصيل عايزين نعرف معلومة كده في الاول ان الشبكة الاندوبلازمية هي دي اكبر موجودة في الخلية. تنفع حتة ايه ايه اكبر اه 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 هو ايه الشبكة الاندوبلازمية. بعد كده يا سيدي قال لك ايه? قال لك الاندوبلازم دي قال لك هي نوعين في رف وفي سموز رف يعني خشنة خشنة وسموز يعني نعمة. تمام تمام. طيب عايزين بس ايه? اه تعالى نتكلم في الراف اندوبلازمية كورتيكولام دي بتعمل ايه في الاول? عايزين نعرف ان الراف اندوبلازمية كورتيكولام بائع بطاطا محترفة يعني هي بائع بطاطا. يعني احنا قلنا البطاطا هي البروتين. يعني بيبيع ايه? بيبيعوا عليك بيبيع البروتين. بيبيع ايه البروتين. طيب بعد كده يبقى انا عرفت ان انا عرف اندوبلازمية كورتيكولام دي الوظيفة بتاعتها ايه? الوظيفة ان هي بتساعد في تصنيع البروتين. يبقى انا ميكروسكوب. في اللاية ميكروسكوب عايزين نتفل معكم على حاجة مهمة قوي. ان كل الارجانويد اسيدوفيلك اسيدوفيلك حتى يا جد في الامر جديد. حتى تحصل حاجة آآ تضاف اليها. تضاف زي ايه مسلا زر ريبوزومز. لو اضاف ريبوزومز ممكن تحولها من اسيدوفيلك لايه? لبيزوفيلك. يبقى عايزين نشوف. تعال كده اتكلمنا عن الراف اندوبلازمي كرتيكولام دي. دي اسيدي بتعمل ايه? اللاية ميكروسكوب بتاع ايه? قال لك اللاية ميكروسكوب بتاعها بيزوفيلك. الله 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 بيزوفيلك اه. مدام قلت بيزوفيلك يبقى ايه? يبقى عليها ريبوزومز. ولو بتطلق بطو. البيزوفيلك فيها حرف البي. وريبوزومز برضو فيها حرف البي في النص كده. فدي يعني ممكن تساعدكم على الحفز. طيب وايه تناسي دي? طب ريبوزومز ده بيعمل ايه? ريبوزومز بيساعدها على وظيفتها. طب وهي بتعمل ايه? بتبيع بطاطا. البطاطا اللي هو ايه? اللي هو البروتيني. يبقى بربو عليك. الريبوزومز ده بيساعد في ايه? في تصنيع البروتيني اللي هو آآ الشبه الحاجات اللي هي اللي انا مشاور عليها اللي هيولون هابيش دي. اللي هو ده ايه? هو ده? الريبوزومز. اللي على الرف اندوبلازمي هي دي الحاجات التعريك دي. كده هي دي عبارة عن ايه? هي عبارة عن يبقى. وايه التانية دي? قالك ان هي يعني بتكون بتكون موجودة بشكل كويس قوي في الخلايا اللي بتصنع بروتين. يعني من اسمها. هو الموضوع كله ايه? الموضوع كله موضوع متعرابط. هي الرف اندوبلازمي دي بتبيع بطاطا. يعني ايه? يعني بتبيع بروتين. وعشان تبيع بروتين لقينا ان اللايت مكروشكوب بتاعها بيزوفيلك مش اسيدوفيلك. ولقينا ان هي عليها عشان يساعدها على ان هي تقوم بالوظيفة بتاعتها. وكل ده عشان هي ايه? عشان هي بتكون موجودة بشكل كويس في الخلايا اللي بتعمل بروتين. يبقى ايه? الموضوع كله ايم على بعضه. ما تحفظهاش? انت اعرف ان اعرف اندوبلازمي كوتيكولام دي ايه? بتعمل بروتين. وبعد كده بقى ايه? اعرف الباقي ان هي كله بقى تبني عليها. عشان بص يا شباب. مانا دلوقتي لو مسلا انا عايز اعمل بروتين. لازم يكون فيه المقومات اللي تخليهم بوظيفته ان هي بيزوفيلك. ان هي عليها ان كل الكلام ده يكون موجود. تمام. وبعدين يا سيدي تعالى كلمني في الموضوع التاني. اللي هو الشبكة الاندوبلازمية السموز. مش احنا قلنا ان في عرف وفيه سموز ايوة. طيب. قال لك يا سيدي بتاعها. الليت مايكروسكوب بتاعها. اسيدوفيلك ولا بيزوفيلك? انا قلت لك كل اسيدوفيلك حتى ايه? حتى اقول لك يا جد في الامر الجديد تحصل يكون يتوجد ريبزومز يتوجد اي حاجة. قال لك لا ده احنا هنا مفيش ريبزومز. يبقى او انا مغمض ايه? بيرفع عليك اسيدوفيلك. اسيدوفيلك. يبقى الليت مايكروسكوب بتاعها اسيدوفيلك. تمام. وايه يا سيدي يقول لك ان هي اخو الوظيفة بتاعتها او الفانكشن او كزا اخو بقى البطاطا اه اخوها ازاي? ومشانا قلت لك ان ما دي شبكة اندبلازمية برضو التانية لكن دي نعمة. نعمة. مش عليها ايه? مش عليها يعني. طيب وبعدين يا سيدي. قال لك طب قال لك هي عبارة برضو عن عبارة عن زي ما انتم شايفين كده دي كده ايه? وبعدين يا سيدي قال لك يعني ايه? يعني مفهاش عشان كده هو ده اللي خلاها اسيدوفيلك وهو ده اه اللي خلانا نقول عليها سموز. تمام. اما الوظيفات هي يا سيدي اما مش بتعمل زي اخوها? مش بتعمل بروتينيا. قال لك لا ده دي بقى بتعمل بتساهم في تصنيع الليبت. تمام? طيب فين يا سيدي? قال لك بتكون موجودة في بتساهم في تصنيع الليبت زي الاستيرود هرموني الموجودة في في الادرينال كورتكس اللي هي قسرة الغدة القذرية. ممكن برضو تكون موجودة فين? في التستس. يبقى انا عايز اعارف ايه? عايز اعارف عن مش هحفظه. انا هستنتيك كده. ما فيهاش يبقى بتكون يبقى مش بتصنع بروتين. بتصنع ايه? بتصنع الليبت. بتكون موجودة فين? بتكون موجودة في في الادرينال كورتكس في كشرة الغدة القذرية. ومدام الكلام ده كله يبقى ما فيهاش ايه? ما فيهاش حلو الكلام? حلو الكلام. يبقى انا كده ايه? تسهلت علي الموضوع ده. عايز اعارف بقى بعد كل الهيصة دي. عايز اعارف ايه? في الراف اندوبلازم كورتكولم. عايز اعارف ان هي بتسان في تصنيع البروتين. عايز اعارف ان هي بتكون فيها عايز اعارف ان هي بتكون بيزوفيليك. يبقى دي تلات كلمات. طيب الاسموز اندوبلازم كورتكولم عايز اعارف تلات كلمات برضو. ان هي بتكون اسيدوفيليك. وان هي بتكون اه ما فيهاش عايز اختيها بقى. عايز اختيها في كل حاجة. ما فيهاش آآ وبتكون بتسان في تصنيع الليبت. وبتكون موجودة فيه كشرة الغضة القذارية. ادي تلت كلمات هنا وتلت كلمات هنا عايز اعرفها. لو انت حفظت واحدة اعكس التانية هتلاقي الدنيا سهلة كده. بعد كده يا سيدي اه في معلومة سيدي اقول لكم عليها بيقول لك بيقول لك ان يعني يعني المنشأ بتاعها من من الغشاء بتاع اما بتنشأ من ايه? بتنشأ من الرف. بتنشأ من الرف مع غياب يعني الرف بتنشأ مني طب دي سهلة. اما دي بتنشأ من الرف ازاي تعال اوارها لك في الصور. الصور حلوة جدا. ادي يا سيدي اللي انا مشاوع عليها دي. ودي الرف. تمام? اهو بتنشأ بتنشأ من ايه? طلع منها هي. طلع من الاسموز طلع من ايه? طلع من الرف. زي ما انت شايف كده. طب ايه النقط الصغيرة دي اللي انا مشاورنا عليها دي بغيرو عليك يا دي. هي دي اللي خلاها فيزوفيلك. وخليتها تعمل بوروتين. وكل القصص اللي احنا بنتكلم فيها دي. تمام? تمام. تعال يا سيدي نتكلم. ده ايه? ده كل حاجات بتوضح اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ادي برضو ادي الاسموز. تمام? ودي الرف. والاندوبلاس مكروتيكولامو عليها طب ايه تانية يا سيدي بقى? انا دلوقتي اتكلمت عايز ان انا قلت ان البطاطا دي هي البروتين. انا اه رحت قلت للرف اندوبلاس مكروتيكولامو بعد ازنك الرف اندوبلاس مكروتيكولامو انت واربو جونزو بتاعتي صنعيلي بطاطا. صنعيلي اللي هي ايه? صنعيلي البروتين يعني. فصنعته ومتشكرين وخلاص. والبطاطا والبروتين طلعت من الرف اندوبلاس مكروتيكولامو. قالك بس في حاجة. انا شبهت ان البروتين اللي طالع من الرف اندوبلاس مكروتيكولام دي شبه البطاطا دي كده. يعني ايه? يعني بطاطا او بوروتين غير صالح للاستخدام. هو انا لو البطاطا دي طالع كده ينفع كلها حطها في بقي مش لازم تتنظف ولازم مش عارف اه تتأشر وبعد كده عايزة شويها ولا مش عارف عايزة عايزة كلها كده يعني. تمام? يبقى عامل ايه يا سيدي? يعني انا لازم هندمها واشارها وزبطها ازبط البوروتين اللي طالع ده عشان اعرف استخدمه. طيب عشان ازبطه واستخدمه بروح مين? بروح لأورجانودي اسمه جولجي كومبلكس. بروح لأه بروح لأورجانودي اسمه ايه? اسمه جولجي كومبلكس. طيب قالك الوزيفة بتاعتك هي جولجي? قالك ان الوزيفة بتاعتي مساعد بقى البطاطا. انا اللي بزبط البطاطا وانا اللي بهندمها هون اللي بزبطها. يعني بيعمل ايه? بتعمل اعادة معالجة لمين? للبروتين اللي طالع من. وممكن بقى زي ايه يا سيدي? قالك ممكن يحول ان هو مسلا البرو اكتف آآ آسف ممكن يحول آآ آآ انسولين غير صالح للاستخدام. يحولوا الاكتف. اعرف استخدامه. اهو ده استخدام مسلا. طب الاستخدام التاني. قالك ممكن يحط اه قالك يضيف الكاربوهادريت للبروتين. اللي هو البروتين اللي جاي منين? جاي من اريف اندوبلازمك ريتيكولام عشان يعمل حاجة اسمها جلاييكو بروتين. مها جلايكو جلايكو يعني ايه يعني vemos هاي يعني يعني بروتين. يبقى آآ انا عايز عارف قليجي بقوم بعمل بيعمل بيعمل ل البروتين اللي طالع زي بالزبط بقى بعمل البطاطة اللي طالعة من الأرض بقى ازبطها وعملها عشان عارفها كلها. طيب ايه يا سيدي طبعا مادام هو بيعمل كده يبا لازم يكون عنده المقومات اللي موجودة في تكوينه اللي بتساعده على الايام بوظفته وعبانه سبحانه وتعالى ليه حكمة في كده طبعا طيب ايه اللي بيحصل يا سيدي قالك تعالى نتكلم في تكوينه قالك بيتكون الجلج من تلات حاجات الحاجة الاولينية حاجة اسمها اللي هي دي كده يا شباب اللي هي دي تعالى كده نشوف لون تاني اهو اللي هي دي كده اللي هي دي كده دي كلها عبارة عن ايه علدها من كم يا سيدي عددها من اربعة لعشر اسمها ايه اسمها سكيولز انا بگل لكم كل حاجة في الكتاب ممكن ماكونش كاتب كل حاجة فىEN انا بگل لكم كل حاجة يعني من شاء الله مش هشيب معلومه تمام طيب قال لك الفلاتن دفيزيكلز دي لقينة فيها نوعين او السستير السستير دي لقينة فيها نوعين فيه كون فيكس وفيه ايه كونكيف فيه كونكيف وفيه يا سيدي? فيكن كيف? قال لك بتكون يعني ايه يعني بيدخل لها البروتين الغير ناضج. البروتين اللي لسه ما عملتلوش اللي هي البطاطة اللي هي ايه? لسه طالعة من الارض. اسمه ايه ده يا سيدي? اسمه طب هو رهولي كده شعوري على الله يخليك اهو اهو ده كده. بصوش طالع مين? طالع بيقول لهو طالع له البروتين بيقول لي بعد اذنك اعمل لي اعادة معالجة. تمام? تمام. طيب وايه تانية يا سيدي? والكونكيف فيس. او اسمه يعني ناضج. يعني بيخرج منه البروتين الناضج الصالح للاستخدام. اسمه اهو. بعد ما اعد على دي كده يا شباب عد على دي. امت وظفته عملها والحكاية دي. وطلع منها بروتين ناضج صالح للاستخدام. تمام? طيب. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها حاجة اسمها مايكروفيزيكلز ايه المايكروفيزيكلز? من اسمه مايكروانو صغير وفيزيكلز يعني كور كده. يعني هي عبارة عن سمول فيزيكلز اللي طالع من من الراف اندوبلازمي كرتيكولام. يعني ايه? يعني اللي هو الغير ناضج اللي انا لسه ما عملتلش بروسسنج اللي هو طالع من الراف اندوبلازمي كرتيكولام. بيكون اسمه ايه? كور صغيرة كده. كور صغيرة. طيب وبتعمل مع مين? مع الجزء اللي هيعمل لي. الجزء اللي هيعمل لي آآ بتاع ده. الجزء اللي هيعمل لي بروسسنج اللي هو مين? اللي هو يعني الكور لو دي مش هانا انا نصوها. دي كده شايفين كور كده كور صغيرة اسمها مايكروفيزيكلز. راحين بيقوله بعد ازنك استاذ اعمل لي بروسسنج وزبطني. تمام? وفيقوله تمام حضر يا استاذ انا هدخلك في الساكيولز بتاعتي. هدخلك في السستيرين بتاعتي. ويدخله في التعاريج دي كده. تعمل لها بروسسنج وباكتجينج والحواديد دي. وتطلع من الترانس فيز اللي هو الماتيور آآ ناضق وكويس وصالح لاستخدام. وهيكون اسمه ماكروفيزيكلز. اسمه ايه يا استاذ? اسمه ماكروفيزيكلز. او سيكريتوري فيزيكلز. ماكرو يعني ايه? يعني كبير. يعني صالحة للاستخدام. تمام التمام. كويسة اوي. وتبدأ بقى ايه? وتبدأ بقى تفضل الكونتينت اللي فيه استخدامها. اشوف انا استخدم البروتين الصالح للاستخدام الكويس ده في الاستخدام الداخلي للخلية ولا لاستخدام الخارجي سيكريتش انا مش عارفة. تمام كده? تمام. هيبقى الموضوع سهل يا شباب. الموضوع سهل جدا. معلش بقى لو انا باجي اذاكر اعمل ايه? مش هاد احفظ كل الكلام ده. لو انا حتى ما بعارفش ارسم اجيب رياس ما دي واعلم عليها كده. عايز اعرف تلت حاجات. في حاجة اسمها اه اه في حاجة اسمها او عدده من اربعة العشر. بيكون في حاجة اسمها اللي هي اللي هو واللي داخل اسمه اسمه واللي خارك منه اسمه ايه? اسمه واللي بيعمل وبروسسنج للبروتين هو اسمه ايه? او البطاطا يعني اسمه ايه? اسمه ده بس اللي انا عايزك تعرفه عن ايه يا شباب? عن طيب. بس في حاجة كمان كده عايزين نتكلم فيها اللي عايزين نتكلم عليها كده وعملها يعني بشكل منفصل. قالك لقينا آآ آآ لقينا فيها قالك بنتعرف عليها لو اللي هي الخلايا الحية او تمام طبعا اكيد بتاخدته الكلام ده بشكل منفصل اكتر فيه تمام? قالك يا سيد اللي في هنستخدم سواني معلش هنستخدم 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 تمام? اكيد عارفينه في او هنستخدم ده لو خلايا خلايا ايه? خلايا حية. طب لو قالك هنستخدم او تمام? طبعا دي يعني ما ليش دور فيها قوي هي دي حفظه صرفي. يعني لو جات لك في الامتحان هيسألك فيها كده. هيقول لك بستخدم ايه? بستخدم او 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 بس في حتة كده فيها فهم? قالك بتعمل يعني ايه يعني ايه بوزيتف? يعني ايه بوزيتف? بوزيتف يعني انا لما بستخدم والاو او او بيديني الصور الصحيحة اللي هي ايه? اللي هي بقى السستيرن اللي احنا بنتكلم فيها وكل الحوادث اللي احنا اتكلمنا فيها. يبقى هديني الصور الصحيحة اما لو استخدمت هيحصل ايه? هيديني يعني ايه? يعني هيديني هيديني آآ هيبان ليه ده كده لايتلستيند. حتة منورة كده وخلاص. مش هيبين لي التفاصيل بتاعة اللي احنا اتكلمنا فيها في الشرح. طيب عاملين لها سكيمة لطيفة كده. يمكن عشان تساعدكم يعني في في الحفز وكده. قال لك اوس اوس. يعني اوس اوس. قال لك ال او اخد منها آآ آآ اللي هو في كلمة تمام? او اللي هو الحرف التاني فيها يعني بوزيتف. طب و اس اس سيلفر ستينينج. تمام? طب وال او اس ال او اس اوزميك اسد. اوزميك اسد. يبقى لو انا كمان هنسى حتى في الامتحان افتكر اه سألني على على الفيكسد اه سيلز اه في اللايت ميكروسكوب. بعمل ايه? ايه ايه سأبغى اللي انا بازبغى عشان آآ 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 اعمل آآ بوزيتف آآ جوليجي ايمدج. آآ ابين التفاصيل بتاعته جوليجي كومليكس. هفتكر اوس اوس. ال او هاخد الحرف التاني في كلمة بوزيتف آآ بوزيتف اللي هي او. وال اس سيلفر ستينينج. و او اس اللي هو اوسميك اسد فيكسيشن. يبقى انا في الحواديد كلها بقى بصرعة بصرعة بصرعة. جوليجي كومليكس عايز اعرف ان هو اوس اوس وعايز اعرف ان هو بيحاول البطاطة والبروتين من بطاطة غير صلاح الاستخدام للبطاطة صلاح الاستخدام. وفيها ترنزافيس وفيها سيس فيس ده بس اللي انا عايزك تعرفه عن ايه عن جوليجي كومليكس وان شاء الله ده كافي ووافوي. تمام؟ دا يا سيدي ده نفس الحواديد اللي احنا بنتكلم فيها. صور تانية اللي هي فيها نفس الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تعال بقى سيدي نتكلم على اللي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه ليزوزومز ده دي في تماغك. عايزك تعرف عنها ان هي مادة الخلية. يعني مادة الخلية. المادة هي اللي بتهدم. صح? ولا انا غلطان? ايوة برافع عليك. المادة هي ايه? هي اللي بتهدم. طيب. تعال يا سيدي كلمني على ليزوزومز. ايه يا تعريف الليزوزومز? قال لك ده عبارة عن من بس فيها حاجتين مهمين جدا. حاجتين مهمين جدا. قال لك فيها يعني 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 بتكسر وانزيمز بتكسر. تمام? وايه تاني? وبتكون البي اتش فيها خمسة. البي اتش فيها كام خمسة. تمام? زي ايه? الحاجات اللي هي الانزيمز اللي موجودة فيها. قال لك فيها بروتيازيس وليبازيس ونيوكليازيس. تمام? لو انا بقى آآ هنسى الحاجات دي. هفتكر كلمة بالن. اللي هي حاجة فوقوع يعني. البي اآ بروتيازيس والل ليبازيس والن نيوكليازيس. تمام كده? تمام. يبقى انا عايز اعرف عن اللايزوزومز. اللايزوزومز. عايز اعرف حاجتين في التعريف بتاعه ان هي مادة الخلية. فيها هيدروليتك انزيمز انزيمز بتكسر. والانزيمز دي بتكون اللي هي الحاجة التانية يعني. بتاعة خمسة بتكون ايه? زي ايه? تلات حاجات مهمين. كلمة خلاص كده بيقولك في منها اربعين نوع مش عارف ايه. انا عايزين نعرف بس يدول كده اه كفاية قوي بالنسبة لها. تمام? تمام. ده ايه دي يا سيدي? ده شكل اللايزوزومز. ده الممبرين بتاعها. ودي اللي هو اللي اخدر ده بتاعها. واللي في النص ده اللي همنا اللي هي القوار الصغير دي. اللي هي عبارة عن الهايدروليتك انزيمز اللي احنا اتكلمنا فيها عشان تسدقني. طيب. بس يا سيدي عايز اكلمك في حاجة. قالك اللايزوزومز دي مش هي مادة الخلية ايوة. يعني بتهضم يعني. يعني بتشتغل على مواد. ايوة بيعرفوا عليك. قالك بقى تعالى كلمني عن المواد دي بتكون اسمها ايه او شكلها ايه قبل ما نخش في الانواع بتاعة اللايزوزومز دي. قالك يعني جاي من برة يعني جاي مواد جاي من برة بعملها بقى ايه فاجوسيتوزز ببلعها وبدخل الهيدروليتك انزيمز تكسرها لان اللايزوزومز يا شباب وظفته من المقام الاول يعني ايه يعني بيحميني من البكتيريا والحاجات الضارة والكلام ده كله فهي معدة الخلية هي اللي بتخضم هي اللي بتكسر الحاجات اللي انا مش عايزها في الخلية ويهي تاني يا سيدي ممكن اوتو فاجوسوم من اسمها اوتو يعني ذاتي يعني ايه يعني حاجات يعني حاجات موجودة في الخلية عايز يهدمها ويقصرها عشان اتخلص منها طب موجودة ممكن تكون الحاجات دي مثلا يعني يعني عضيات من الخلية شاخت وكبرت في السن وما بقتش بتعرف تقوم بوظيفتها فانا عايز اخدمها وعايز اقصرها ويحصل بقى ايه يحصل تجديد للارجانويد دي والكلام ده كله عشان ما يحصلش خلل في وظائف الخلية اللي احنا بنتكلم فيها يبقى انا كده عرفت المواد اللي بتشتغل اه عليها الليزوزومز ايه مواد يتيرو فاجوزوم ووتو فاجوزوم طيب كلمني على الطيبس بتاعتها الطيبس بتاعت الليزوزومز قالك في حاجة اسمها في حاجة اسمها طيب ايه يا استاذ قالك دي دي عبارة عن يعني يعني الليزوزومز فيها بس ما فيهاش اي حاجة تانية غير بيكون فيها بتكون بقى صغيرة وصفرقة لو مش عارفة وبتكون هوموجينس يعني هوموجينس يعني متجنسة في القوام بتاع يبقى كلمتين سهلا فيها ايه؟ فيها بس يعني يا استاذ يعني الليزوزومز دي اللي ما بتتكون بتكون اسمها بتكون لصة طالعة كده فيها ما فيهاش اي حاجة تانية بعد كده لما بتخش تقوم بوظيفتها وان هي بقى تخش على او المواد اللي انا عايزة تخلص منها دي سواء كانت تتحول الى حاجة تتحد مع المواد دي وتتحول حاجة اسمها ولكن حاجة كده يا استاذ قال لك المواد اللي هي بتكون اسمها بيتحدد على حسب المواد اللي انا بتتحد معها لو مواد يعني ايه اللي لسه اللي لنا بتكون مواد جاية من بر انها لا عايزة تخلص من يتحول اسمها برضو نفس الكلمة يتحول اسمها ايه؟ بتكون فيها ايه؟ بتكون فيها طيب لو لو ده اتحد مع آآ آسف يعني يعني قال لك يبقى اسمه من اسمها يعني يا شباب سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة طيب ولو اتحد مع حاجة اسمها قال لك بيكون اسمه يبقى انا كده عرفت ان ليه تلات انواع هيتيرو ليرجوزوم هوتو ليرجوزوم ومالتي فيزيكولر بطس تمام كده تمام طيب بعد يا سيدي بقى ما الليرجوزوم اتحد مع المواد دي وقام بوظفته وبتاعه وخلصنا من المواد السيئة اللي احنا كنا عايزين نتخلص منه عشان نحافظ على الوظاق بتاعت الخلايا بتاعتنا قال لك بيعمل ايه يا سيدي قال لك ان هو الهايدروليتك انزيمز اللي هي الانزيمز اللي بتكسر اللي موجودة فيه بتكسر البروتين والكاربوهايدرات اللي موجود في المواد دي وتكسرها وبتاعه ويتبقى ويتبقى ايه الليبت الليبت هو اللي بيدنه موجود طيب وبعد ما المواد دي بعد ما الليجوزوم خلاص كده هو قام بوظفته وتكسر لنا البروتين والكاربوهيدرات وتبقى الليبت. بنطلق على المواد اسم ايه يا سيدي? اسمه بوست ليزوزوم. بوست بالانجليزي بوست كلمة انجليزية معناها بالعرب ايه? معناها ما بعد ما بعد الليزوزوم. ما بعد قيام الليزوزوم بوظيفته وتكسير البروتين والكاربوهيدرات ويتبقى الليبت. سمناها ايه استاذ? سمناها بوست ليزوزوم. دي عبارة عن ايه? عبارة عن الليبت. عبارة عن تمام? آآ بيقول لك ان هو برضو آآ بيقول لك ما فيش اي لان خلاص كسرت كل الحاجات دي هو بس بيكون في عبارة عن شوية فضلين سمينا بوسط ايه? سمينا بوسط ليزوزوم. يبقى خلاص كده احنا معودين ان احنا بنقول كله راجعين ونقول ايه الكلام المهم فيه? الليزوزوم انا عايز اعرف عنه ان هو مادة الخلية آآ ادي ان هو معدة الخلية اول كلمة عايز اعرفها ان هو بيكون بتاعة خمسة والآآ اهمهم اللي هو الثلاث انزيمز اللي احنا اختصرناهم في كلمة آآ بالآ 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 اللي هي حاجة فكرة يعني تمام? والانواع بتاعتها في برايمير وفيه فيها انزيم قولي ويكون فيها تلات انواع وبعد ما الليزوزوم زي بتقوم بزوفتها بيتكون حاجة اسمها بوسط ليزوزوم وهي ان هي الوظيفة بتاعتها اللي هي بتخلصني من البكتريا والمايكروب والكلام ده اللي انا عايز اتخلص منه فهي مادة الخلية بتفضل الكلام ده كله عشان فيها تعال يا سيد نتكلم على الآآ اللي بعد كده. قال لك ده اسمه بيروزوزوم. اسمه ايه استاذ اسمه بيروزوزوم. قال لك ده شابه الليزوزوم في التكوين. لكن في حاجة مختلف اكيد في حاجة مختلفة كده عشان نسمينا اسم جديد. قال لك في ايه? في حاجات مهمة قوي اكسيديتف انزيمز اللي هي انزيمز اللي هي علاقة بعملية الاكسادة يعني تمام اسمها ايه يا سيد اسمها اكسيديز وكاتاليز اكسيديز وكاتاليز اكسيديز وكاتاليز عشان كده نسمته الصحبة الصالحة انزيمين انزيمين مع بعض كده بيقوموا بيكملوا وظائف بيكملوا وظيفة بعض يعني في اللي احنا هنقولها دي بس انا عايز اكتعرف من البرجزوزوم بيختلف عن الليزوزوم في اوستاذ ان هو يحتوي على اكسيديتف انزيم اسمه اكسيديز وكاتاليز طب وقل لك تنماركسكوب لاني ايه يا استاذ قال لك لانه هو عبارة عن او يونت ممبرين ان هو يعني مش مكون من كذا طبعا طيب الوظيفة بتاعتها ايه قال لك ان هو الوظيفة بيتكسر البيورين البيورين باي اكسيديز يعني الاكسيديز يخش على البيورين اللي انا عايز اكسره يعني الوظيفة المهمة في الجسم عايز الاكسيديز يخش على البيورين ده يقول له ايه انا هكسره وبينتج عن عملية التكسير دي حاجة اسمها انتو اللي هو انتو طبعا عارفين او يعني انا بقول لكم ان المراكب ده مراكب ضار جدا في الجسم لو ده انه في الجسم هيعمل لي مشكلة يخش عليه مين صاحبه التاني كويس المحترم اللي بيكمل وظيفته اللي هو اسمه يقول له خلاص يا صاحبي يا اكسيديز انت كده قمت بوظيفتك وقسرت البيورين انا بقى هكمل وظيفتي هكمل الشغل اللي انت بدأته وقسر الاتش تو او تو اللي خارج من عملية التكسير بتاعتك يبقى البيوريكزوزوم عايز اعرفيه عنه عشان عشان اسهل عليكم المذاكر البيوريكزوزوم زي الازوزوم بالضبط بس فيه اللي هما انزيمات الصحبة الصالحة الاكسيديز والكاتاليز الاكسيديز بيقسر البيورين يطلع منه اتش تو او تو يقسر صاحبه التاني حبيبه اللي اسمه كاتاليز ده بس اللي انا عايزك تعرفه عن تعال يا سيدي نتكلم على الميتو كوندير اللي ان شاء الله بازن الله اخر اخر هنتكلم عنه في المنبر الناس طيب بيقول لك يا سيدي لو احنا عايزين بقى نكشف عليه يعني عايزين نشوفها بالميكروسكوب الضوئي لو خلايا حية هنستخدم طبعا ده اكيد تخدتوه في الميكرو تكنيك او تمام? طب لو عايزين نستخدم سبغة هنستخدم سبغة اسمها ايه? اسمها جانس طبعا دي يعني مليش دور فيها اوي هي حفظ يعني حتى لو جايلكوا زول على في الامتحان هجيلكوا كده ما لاش دور فيها فيها ما اوي طب والفكس تسلزي يا استاذ الفكس تسلزي لو خلايا مش حية هنستخدم يبقى انا كده عايز اعرف لو ولو استخدم سبغة استخدم جانس جيرنبي لو هستخدم ايه? هستخدم طب تعالي بقى تكلمني على التكوين بتاع الميتو كوندير ده واكيد احنا شفنا الشكل ده عشرات المرات قبل كده واخدناه في السنة ومش عارف ايه بس ان شاء الله في الاعادة افادة يعني طب تعالي يا سيد اتكلمني على اول حاجة الميتو كوندير زيها زي كده ايه? زاكرها من الصورة عشان ما تقعدش توجي عدمها وتقعد تقرى هتلاقي هتلاقي صفحة طويلة عارضة موجودة عندك في الكتاب انا هترسمة زي دي وشاور عليها وخلاص يبقى انت كده ايه زاكرتها? تعالي يا سيدي اني شاور عليها اول حاجة سيدي قالك انه هو بيتكون من اوطر ممبرين اللي هو ايه اللي هو لونه بنفسيجي اللي انا مشاور عليك اوطر ممبرين اللي هو غشاء خارجي وانه بيكون اه يونت ممبرين وبيقولك انه بيكون عنده قابلية لنفاذ المية والايونز المية ايه والايونز عشان ايه الميتو كوندير تقوم بوظيفتها وطبعا وظيفة الميتو كوندير اكيد كلكم عارفنا اللي هو ايه يعني ايه يعني هي بيت الطاقة اللي في الخالية. هي اي عملية محتاجها طاقة هي اللي بتوفر لها الطاقة دي. الميتو كوندير هي ايه هي اللي بتوفر? فاي عملية محتاجة طاقة تحصل فين تحصل طيب ويهي تاني يا سيدي? قالك مكونة ده? اللي هو الغشاء الداخلي اللي هو لون احمر ده جباب لون احمر ده تمام وبيقول لك أنه يسيدي بيكون مكون من ثلاث طبقات اللي هو الخشياء الداخلي تمام؟ طيب وإيه الثالث يا أستاذ؟ قال لك الثالث حاجة حاجة مكونة من الميت وكن داخل حاجة اسمها كيرستي اللي هو ايه؟ أو النطوءات دي أو النطوءات دي كده دي اسمها يا أستاذ؟ اسمها كيرستي قال لك الكيرستي دي ليه نوعين؟ نوع اسمه نوع اسمه والسبتت ده اللي هو موجود في معظم الخلايا ممكن يكون موجود طولي ممكن يكون موجود بالعرض ممكن يكون موجود اوبليك ميل مش مشكلة الحكاية دي او ممكن يكون موجود ودي حاجة كده بيقولك ان هي بتكون موجودة في الخلايا في الميتوكوندار بتاعة الخلايا اللي هي بتفرز ايه? اللي هي بتفرز تمام? ايه بقى كده الحكاية سهلة على الراس مع الدنيا ماشي كويس وقالك الماتركس الماتركس ده فيه? اللي هو السائل او القوام اللي هو اللي هو الميتوكوندار ده اللي هو الماتركس ده فيه حاجات اللي انا عايزها بقى اللي انا استخدمها عشان اقوم بالوظيفة بتاعتي اللي هي ايه? فيها فيها ماغنيسيوم فيها كالسيوم فيها 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 وكل الكلام ده طبعا الكلام ده مش حفظة قوي يعني ده سهلة يعني ان انت تكون فاهمها ومش هيسألك فيها بس ايه? اكون عارف يعني اه هي بديهية انها تتعارف الماتركس الموجود في ايه? طب ويه تاني يا استاذ? قال لك في حاجة اسمها في ايه? فيه طب ما تيجي تشغل عليه كده الحسن بانا عليه الصعبة. سهلة جيدة. يعني ايه? شايف الفراغ اللي ما بين الاوتر والانر اللي هو البنفسيج والاحمر فيه فراغ كده في النص. ده اسمه ايه? اسمه انتر من برين اسباس. اسمه انتر يعني بينة. ومن برين يعني بينة الغشائين يعني الاوتر من برين والانر من برين. طيب. والحاجة الاخيرة اللي احنا هتكلم فيها حاجة اسمها او انتر كريستيا لسبيس. ما احنا لسه قايلين يعني ما يعني بينة. يعني ايه يعني بينة? اللي احنا النطوات اللي احنا بنقول عليه. بصوا الكريستي دي فيه فراغ كده في النص ما بينها. تمام? اسمه ايه? اسمه دي مسمايات بس ما فيهش مشكلة. مسمايات. يبقى انا كده عايز اعرف عن الميتو كوندراء اللايت مجلس خوب احنا اتكلمنا عنه خلاص. انها بتكون من ايه? سهلة ايه? على رسمة. غشاء خارجي غشاء داخلي. والكريستي ده ما بينه اه انتر كريستيا لسبيس. وفيه ما بين الغشاءين فيه برضو اسبيس تاني اسمه انتر من بيرن اسبيس. وجوه القصة دي كلها اللي هو بقى في ها دي فيها فيها انزايم فيها كل الحاجات اللي هتساعدني في الوظيفة بتاعتي. واده صورة تانية ليه الميتو كوندراء بتوضح نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. وهو آآ ميتو كوندر شايلة حديد وبتاع ان هو بيقول لك ان انا وانا انا اللي باور حاوس انا اللي بوفر كل كل الحاجات. كل انا بوفر طاقة لكل العمليات اللي انا عايزة في الخلية. حتى حتى لو انا مسلا عملية معينة عايز استخدم فيها طاقة. الميتو كوندر هي ايه? هي اللي بتوفر. تمام? تمام. اخر معلش ده الاخر خالص بقى معلش. ده اخر حاجة خالص موجودة عندنا اللي هو الانوليت ايه? الانوليت لميلي. الانوليت لميلي قال لك ده عبارة عن ممبرانست أرجانويت عليه قال لك ان هو عبارة عن ممبران باوند اه سستير. بس عايز اهام حاجة عايزك تعرفها في الانوليت لميلي نوع يمثل. قال ايه? يعني الغشاء اللي زيوحيد به. الغشاء اللي زيوحيد به بالنوع. وبقى لك في ميكروسكوب. في حاجة اسمها آآ تمام? ودي مهم ان انت تعرفها بس ما وضحش يعنيه الكلمة دي. بس يا استاذ. في آآ آآ نوع ميكروسكوب اسمه وبنستخدم فيه اسمه آآ اسمه برضو. تمام? طيب. لما استخدمهم لتنبع بعض في الكشف عن يعمل لي آآ آآ انكسار للضوء سنائي. يعني سنائي يعني. فهو بيعمل آآ انكسار سنائي للضوء يعني. تمام? ده يقصد دي معنى الكلمة دي يعني. تمام? فانت تعرف الكلمة دي عن اللي هو آآ آآ بالنسبة له نتيجة اللي انا بستخدمه في بالنسبة له طيب وبعدين يا استاذ قالك ان قالك ان يعني ايه يعني عبارة عن عشية متوازية كده متوازية وقالك ان لقين فيها اللي هي المتوازية دي خرام ما بين كل واحد والتاني يعني مستفع بإيه؟ يعني على مسافات متساوية. طب تعالة كده الاحسا كن بتضحك علي، اهو. هادي الاخشية اللي احنا بنتكلم عنها الاخشية اللي احنا بنتكلم عنها ما بينهم خرام كده خرام كده خرام كده على مسافات متساوية من بعضهم البحض. تمام؟ ودي الصور دي برضو بتوضح نفس الكلام ده. برضو اهو خرام على مسافات متساوة من بعضهم البعض. ولك يا سيدي. ولكن دي مهمة برضو ان انا كن عايزة حضرك تعرفها في بتاعة الانوليت لاميلي بتكون يعني ايه? يعني متصلة مع الراف متصل مع مين? قريبة من مين من الراف طيب الفانكشن ودي مهمة. انا قلت لك في الاول اول حاجة خلص قلت لك اهم حاجة عايزة عارف عن الانوليت لاميلي انها تمثل انها تمثل غشاء الخلية. يبقى اكيد ليه حاجة اه غشاء اسف غشاء النواة. اكيد اه حاجة ليه علاقة بالنيوكليوس. اكيد حاجة ليه علاقة بالنواة. لكن هي ممكن تكون اه لها وظيفة يعني بتوصل يعني مرسال شغلة مرسال. بتنقل معلومات من النيوكليوس لباقي مين? لباقي لباقي اه مناطق لباقي الاورغانويد اللي موجودة في الخلية. يبقى اه الكلام اللي انا عايزك تعرفه عن الوليت لاميلي بعد كل الدوشة دي ان هي بتمثل ان هي بتكون عبارة عن النقطة التانية ان هي عبارة عن وان هي بتكون النقطة التالتة ان لها وظيفة مرسال بتنقل معلومات من النواة لمين? ليه الاورغانويد اللي موجودة في الخلية. ودي حتى هو اه دي الانوليت لاميلي ودي النيوكليوس. ادي النيوكليوس اللي احنا بنكلم فيها فهي ممكن تكون تقوم بوظيفة المرسال يعني. الحمد لله كده ربنا كرامنا وخلصنا كل واتمنى ان تكون الدنيا واضحة ان انا وضحت كل حاجة محتاجة اه تتزاكر ازاي في الارغانويد ده بحيس ان انا هنسأل عليكم المزاكر وهنحل معكم الاسئلة اللي هي موجودة في كتاب الاسم عشان طبعا اسئلة كتاب الاسم بتاعت الاسم هما ممكن نيجي منها في الامتحان فضرور ان احنا ايه نزاكر ونخلي بالنا منها. ادي يا سيدي بيقول لك اه تعالى كده نقرأ اه 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 انت تقول لي من سبعة ونص العشر اختار على طول لا اشوف وحدة القياس او كتب هنا مايكرون واحنا قلنا ايه قلنا نانو. يبقى انا هختار ايه هختار اول واحدة ايه 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 تلات طبقات باستخدام الميكرشكوب الالكتروني. برافع عليك هي اول واحدة صح? بيقول لك اه انهي واحدة من دول بتكون ايوة بيزوفيلك يبقى انا اقول كده لنفسي بيزوفيلك في حرف البي يبقى انا اه محتاجة اللي هي برضو في حرف البي انهي ارجانويد من دول قلنا ان في في يا استاذ. اه اول واحدة برافو عليك اراف اندوبلازميك ارتكولم اراف اندوبلازميك ارتكولم الجولج كومليكس ما قلناش ان هي فيها والسلم مفيش والاسموس طبعا مفيش خالص يبقى الراف هي اللي فيها هي الاخلي اللي موجودة عليها اصلا هي اللي خلت الشبكة الاندوبلازمية دي رفخشنا يعني. طيب تعال انتكلم هنا بيقول لك اه اه ده احنا لسه اعلانها راجل ما فيش خمس دقايق. يعني واحدة من دول فيها ايوه برافو عليك. يقول ميتو كوندرية وفيها وفيها والكلام اللي احنا قلنا ده. تمام. الانوليت لميلي اللي احنا لسه قيلنا. انهي اه واحدة من دول موجودة في الانوليت لميلي. اهي. اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي عمال اقول لك اللي هو وكل الكلام ده يبقى سواني معلش. هتبقى اول واحدة. اه بعد كده بيقول لك انهي ارجانويد من دول يعني انهي ارجانويد من دول بيساعم في تصنيع البروتين او الكولاجين. الله يجوزهم? لا طبعا ده الله يجوزهم ده معدة الخلايا. لا ده سلم ده هو اللي بيحمل الخلايا. لا ده الميتو كندره ده هو بيت الطاقة في الخلايا. بيرابه عليك يا رب اندو بلازم كرتيكولم عشان عليها ربزهم والبيزوفيليك والموال اللي احنا عمليين نقوله والبطاطة وكل الكلام ده. بيقول لك. انا قلت لك كده وانت قعد ان شاء الله وانت صحي من النوم. اول محد يقول لك يا فلان. اقول له دي هي معدة الخلايا. في معدة خلايا بتصنيع البروتين. لا طبعا يبادي هي بيرابه عليك. اتمنى ان شاء الله ان الامور تكون واضحة معك وحلينا تقريبا معظم او او كل الاسئلة اللي هي خاصة بالجزء ده اللي موجودة عندك في اسئلة الكتاب الاسم حوالينا نوضح. واه اتمنى من الله ان يعني تكونوا استفدتوا حاجة واي حاجة تكونوا عايزينها اه اعادة او كزا ان شاء الله تحت امركم وان شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحانات والسلام عليكم وارنت حل البروتينه